قررنا باش نعملو كوت جول زوز خاطر الكوت كور وكأنو مع انتا فماش برش حب لي مات فما اكثر ركب الكوت جول ماش منحكيو عليه ولا ولا شايفي تبوس والقلب فيه النموس نجموش نفلمو عليكم قولوكم كوت كورو واتلعكو تقولو ما نجيش نبدو بالتبوبي امين عام امتحاد العام تونسي الشغل اللي ارد على برامسيس وقال انتم في سلة المهملات نحكيو تصريح على خلفية تصريح برامسيس اللي قال على الاتحاد انو عسكر وليزم يرجع الات لكني تمتعو او الحق بنام سيجي كلاس دالنيتان بدا يعمل في دال اكلاقاشون توني تخيونت سو نعمال لكن يلقب بالو متحاد عم تونسي للشغل موشي سيدي تاتا وهو اذربي هذا ويعرف دونك لدى عليه والرد كان مصطفيد وحتى الرد معناها فهموا منو الناس وانو قال حتى النداء كانوا في سلة المهملات حبوا ناش يعطيوها هذا التأويل الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى قوة منظمة وقوة اساسية واليوم هاو تمشوف الديبار بيجتال كما العمل اللي فات ولا نشوف وقت اللي يترجع كتيبة الموت نقاو الاتحاد فصادره ما ينفيش يوانو اليوم ثم راستقلاتية عملية وثم كذلك بيورقلاتية نقابية وثم كذلك حياد بالعمل النقابي عن الفندامونتون تاعه لكن اساس انتنجم تقول على الاتحاد كما واحد نجدوه قالولو يبقى تحد عم تنسي شغل مش سهل مش نسبون فيها كيكا وحنا كما قال عنتر ابن شدال مو كان اسمراني هو اسمر اللون وامه معناها عبدة يقولو ناديو لاني في السلم يبنى ربيبة وإذا حلت الحرب يبنى الأكاريني يعني الانتحاد حسنا به كان كبشنتيه يلزم هو كذلك يفهم الدورة متاعه اليوم لسنديكاليزم دو بابا ما عادش موجود والدورة متاعه طوى في العاصل هذا لكنه ممتع الاتحاد يبقى من الزمانات الكبيرة متاع بيت تونس البيت الحبارك والله يقبل لنقل فين دوكيمنت تخلطت لومور في مخيش جبتنا دوكيمنت كي داد دو مينة سمسو سانتروا لان دو ميور ليفلو انتازت عملت على الحركة النقابية تونسية عملها لو برنامي لسنديكاليزم تونسيين دو مينة سانسان سكنسيس الانيوتي بيح حتى مشواه أول أذراب عام وقافي توسع ملسى مياه عن التاريخ كبير يعني كتشوف محمد علي الحامي أش عمل وتشوف معناها الشركات اللي أسسها التعاونية معناها الجمعية التعاونية ولا جمعية الوفاق الودادي ولا جمعية عمالة الرسيف ثم بعد يعمل جامعة جامعة العامة 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 العمومية التونسية وحشكها كسجتاتية ما سموها كية وتشوف معناها أول إنساني أسس نقابات في العالم الثالث يوم محمد علي الحامي يريدون تفهموا أنه الانتحاد لو في النسيج متعنا موجود دونك هنا نقولوا معناها يفو بندغي لشوز لكن مش معناها الانتحاد فوق النقاط يزم ناس يفهموا انتحاد يقع نقد الأداء متاعو العامة اللي فات شوفت الانتحاد ما بعد ما حالك خسارها من الأداء متاع النقابي متاعو كيما في التربية ربحوا النقابي لكن خسروا صورة النقابي كيما النقل وغيرو دونك اليوم يفو فغلا بغا دي شوز أما مهاجمة الانتحاد زمن السلم كما بكنا نحكيوا ثمانيس يحبوا يشدوا القصر بالقاطوسة بشخدوا الوقت اللي عملوا تفريق الدولة وتفريقها يا كلها الكل يقاوا مسا ماشي الانتحاد عام تنسي الشغل واتحاد عام تنسي الشغل سيبا غدوكسان لكن جزء من نسيج الدولة التنسية وهو كذلك مرتبط بها إلى حد كبير وحدي موضي الاخيرة أو الخيمة الاخيرة للحكومة والديمقراطية والديمقراطية بمسير في البج مرتبط بها إلى شغل رد النوردين طبو بيعال لي ما يتسميش أي هو مظاهرة عشو كل برهين الكتاب بسيف تشارك الحنكومة. يعني تختار. دونك برهين بسيش إلا بكول برتيزانس كي يحكي يوجع. لكن لو كي توجع كصحافي ولا ككرونيكور هو ديجا لانيماتور الكرونيكور مش كيف حاجة وديتورياليش مش كيف وكي تولي طرف سياسي في حزب وقت تتعرض نفسك معناها يرجعو لك الناس يقول لك كله أمر أن ينفقوا مما عنده ويتغان لامونيتا بيس. دونك اليوم النيداء بتاتي يقاروحوا في صراع شق منه على أقل من الشقوق العديدة بتاع النيداء في صراع مع الاتحاد على هذي نفس الشي ما حصل مرضوح وقلي برهين بسيش رد عليه وقال بنجاوبش على موظف يعني كانش يجاوبه كان علامي كان بتاريخة أخرى لأنه مقبول وأنه العلامي يجي قولك أنا جيت الرئيس قلت له شو وانت تحب دولي ديكتاتور بعد تسعي وثنين كان جيت أنا السياسي قلت له يقولي من فضلك وانت ديكتاتوري وبيك وعليك وحزبك أما كعلامي خاطر تنجم أنت تطلح تساؤلات موجودة حتى في الشارع هنا أنا نراه وأنه تصريحات برهين بسيش كسياسي مش تصريحاته كرجل أعلام والتصال ما كانت يلا الأعلام والتصال لابد أن نلفص بين الأعلام والسياسة يا برهين بسيش في المقتة مرة القدم مشوفه حلف لحكي ذلك سوف لي حلف سليمان لبيض ساعتك حلف كود جولة ثانية نحكيه على أحدث حمام الشط كيمال بارح الكيان الصهيوني خرق الأجواء التونسية واستهدف ناشتين فلسطينيين في تونس في حمام الشط واحد أكتوبر 85 وكان عدوانا إسرائيليا كبيرا وإسرائيل عملها مهذبت بورجيبا بورجيبا نهار مشانو رئيسي سعرفي قالوا شو نعمل جبدله غصن زيتون من واحد قالوا أمشي للأمم المتحدة بغصن الزيتون وغصن الزيتون في الأنجيل وفي العهد القديم وفي القرآن الكريم وفي الإسرائيليات هو رمز السرم لأنه لحماما جبت معها غصن الزيتون وقت اللي أقاعم عنها لدرويج وقت سيدنا نوح الطوفان وذهب عياسر عرفات أنا لما كنت صغير شابا نيفيا كانت قضية فلسطين قضية شعب مهجر وكانت قضية خيام في خيمات اللاجئين حتى أنا ومحمود الدرويش عنده قسيرة سواء سرحان يرشرب قهوته في كافيتين يقول لهويته إلا الخيام إذا احترقت ضع منك الوطن وكان نزال الشقير وغيره لكن أساساً الرئيس عرفات بعد ملك الكلامة عام 68 لتخلي الفلسطين المحتلة بسلاح هو شخصياً وبينسير جامعها جورج حبش وجامعها هيني الهندي وجامعها ودي حدين وجامعها أبو اللطف نيف حوتما وغيره وطلعت يعقوب وغيره وقاموا بالثورة الفلسطينية وتحولت القضية الفلسطينية من قضية لاجئين إلى قضية حق تقلير المصير بما فيها اختطاف الطائرات بما فيها أحدث منيف والرئيس عرفات ذهب للأمم المتحدة وكان مترأس جمعي العام للأمم المتحدة أهنذاك رئيس متفريقة وذهب ودخل بالكافية بتاعه ودخل وحاملاً غسل زيتون وقال لهم جئتكم حاملاً بندقية الفيدي وغسل زيتون في يدي الأخرى فلا تسقط الغسل الأخضر من يدي لا تسقط الغسل الأخضر من يدي لا تسقط الغسل الأخضر من يدي هذه من أهم الجمال اللي تخلط في التاريخ الإنسانية كما إيش بين أين برلينر ولا معناها أذيك رئيس الأمريكي اللي قتلوه جون فيت جلال كينيدي لما مشار برلين بعد التقسيم أو بيأسير مالتان لوتر كينغ وقت اللي قال معناها أين ويحلم بالوئام بين مختلف الكوميونيوتي والسود يحضر حكم في أمريكا لكن من سوريا اللوبي السهين وغيروا وقفوا ضد رئيس عرفات وابو القيبة لما مشاه عمل خطابة ريحة من خمسة وستين قالت قول دامير أنا ذاك قال هذا رجل خطير جدا وبالتالي الإسرائيلي ومع بعد لما رئيس عرفات جنح إلى السلم بعد ما فرض قضيته قضيت حقتك للمصير وجات الليحة ثنين أربعة وثنين وثلاثمائية 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 متاع بلش الأمن وليت قضية دولة وقتها أنا ذاك اللي صار وأنه إسرائيل فهمت ومشاه أنا كيفكم شاب صغير متفرش في باريس قالهم يعني بيش يعمل صلح الشجعات وبالتالي إسرائيل كان دي ما ضربها لتونس بغل كبير يعفو الشعب التونسي قومي وبورجيبة هو اللي اعطاه العرفات هذا النهر وجاء اعتداء وقع في واحد أكتوبر خمسة وثمانين والأمريكان كانوا مسنديرهم وماتوا مئة وستة وخمسين واحد بين تونسا واخواننا الفلسطينيين في حمام الشرق وعليش السياسيين بتاعنا بحتفلوش بها على خطر ذكرهم بلو الجايون بورجيبة بورجيبة أنا ذاك عيت السفير السفير الامريكاني وراه قالوا شوف قالوا شفتها وثيقة هذي قالوا هذي ثاني بلد عربي اسلامي يستعرض بكم بعد المغرب في التاريخ من عهد 1797 قالوا بالله كانت تقفوا انتم ما توا مع اسرائيل تشربها تبلها وتشرب معها وتهزب وحظر الفليتك ما توا البدرة الوحيدة ليامريكا ما اخذتش قرار مع اسرائيل في قضية تهم الاعتداءات على العالم العربي غيره لانه خاف وقت برجيبة اسمه برجيبة رجل يقف الوقفات التاريخ الكبرى كما قف ذو الدجال كما قف مع الزازالين وقف مع الفلسطينيين والاسرائيل داقب علينا لانه عام 82 اسرائيل اشتحت لبنان واسرائيل كانت تريد لمخطط امتحهم بشرط عرفات وجود حباش وتلسيل قبعة وكذلك ابو اللطف نايف حوات مغيرو في قفص الفلسطينيين محتلة ويحاكمهم وتسكرت عليهم سوريا مسكر رجل من ذلك وقت معارك في نهر البير دوغيرو بس الوقت خالج المجموع العربين هنا عام الاتفاق ماذا يعمل رئيس عرفات يأتي بسلاحه الى تونس ويأتي في تونس وفي بنزر ويستقبلوهم بالكريش بالكريش ريس برقيبة هو زعيم وطني وزعيم قوي اسرائيل عندها غلة على تونس لانو تونس يعرفوا كما قال برقيبة كان يقول من اين توقل لحمة الكتف كان يقول امر القيس مكررن مفرن مقبل مدبل عمان كجلمود يسخر حط هل سير من علي مكررن مفرن نهرم مقبل مدبل نجدم عليك ونرى معان كجلمود صخرة حط هل سير من علي جلمود صخرة سمسم هابطة والماء ومهبطها من رأس الجبل ما شوفك الصور هذيك برقيبة كان يعرف كان يسميها الترغيب وترهيب وبالتالي اسرائيل كان متحبش واليوم في عوزة للبارح رغو زيل الدفاع ولو زيل الداخلية ولا ممثل رئيسة الجمهورية او ممثل حكومة مع ممثل دولة فلسطين يشترضوا هذي المآثر ويقولوا لحد الان اسرائيل افتعرفت شو ما بعد بالاعتداء هذا وما سالتش التعويذات منحبوش تعويذاتهم منحبو التعويذ الاخلاقي وتعتدي على دولة كيفية تونس وبعد مدة تعتدي علينا ويقلب الجهاد وبعد مدة يعتدي علينا ويقلب البؤيات اليوم لانه عنا اقزام والاخزام لا يمكن لها ان تلذر الى 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 العمريقة ولو انه قال نصم جملة رغيبة وقالوا كيفاش تبقى في العرب وقالت مدرسة لو كانوا العرب يعطيوا في العالم والثقافة في بلاد السبانيول قالهم لكن هذا من قبله يحييكم ويقولكم صنعنا الملاحم وعطينا الدم وقضية فلسطينية قضية مقدسة وتبقى كما قال بومدين وبورقيبة وعبدالناصر الرجال هذوك اللي حملوا هذه القضية وتبقى روح بورقيبة إلى البارح إلى غدوة ويمكن التدارك ويمكن تذكير في الشباب التوانسة بالموقف اللي خذر بورقيبة وقال للأمريكان ارقضوا في تبنكم بدأوا وشدوا ديالكم ونكتب معكم العلاقات على قضيةك بقضية فلسطين سمع فيك شباب وقاعدين مع تفخورين باللي عملوا بورقيبة وفتك استنكار الأمم المتحدة اللي يسير لا عدا وقتنا تحب لحكيه بيدون أي شي الباجي قاد شبسي العب لعب رهيب كان هو وزير خارجية ومشى إلى المجلس الأمن وعباس بشكون وقته عباس من ناتينياهو ناتينياهو كان ومام المتحدة وقرار في ثلاثة ايام تتخذ المجلس الأمن ومام المتحدة بيدان تسرايين والامريكان يسكتوا قرار تاريخي وقته كان قرار تاريخي كبير لكن نحن لسنا في مستوى التاريخ تونسي تقوله لكن تي والد عقبة بن نفع لكن تي والد ما سينسا ما تعجبوش لحكيه كان تقوله لكن مخدين وغلق ما تنعود للتاريخ سؤال ما تروح بالحق كبثان الكلماليك